قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بزيارة منصة ابتكارات الحكومات الخلاقة في مقر انعقاد القمة العالمية للحكومات الفين واربعة وعشرين التي اختتمت فعالياتها اليوم بدبي وتضم المنصة والتي يشرف عليها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي وتنظم بعنوان منظور جديد 13 ابتكارا حكوميا حيث تحفز تجربة ابتكارات الحكومات الخلاقة التفكير بطرق جديدة وغير اعتيادية للتوصل الى حلول مبتكرة لاهم التحديات التي تواجه عالمنا اليوم وتهدف منصة ابتكارات الحكومات الخلاقة الى عرض ابرز التجارب الحكومية المبتكرة من مختلف دول العالم وتصدر معروضات المنصة الابتكاران الفائزان بجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة في دورتها السادسة وهما مشروع روبورو روبورويا لدعم النظام البيئي من الجمهورية التركية ومشروع تحقيق التوازن في الوقت من مملكة اسبانيا رفق اسمه خلال زيارة معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعده نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات ومعالي عبدالله البسطي امين عام المجلس التنفيذي لامارة دبي ومعالي الفريق عبدالله خليفة المر القائد العام لشرطة دبي